الرئيس دونالد ترامب غير كفء وإدارته لا تستطيع أداء مهمها الكلام لسفير البريطاني سير كيم دارك في سلسلة برقيات ديبلوماسية سربت إلى صحيفة The Mail on Sunday التي تنشر تفاصيلها ووصف السير دارك في إحدى رسائل إحاطته السرية أنه يتوقع نهاية مخزية لترامب لكنه رجح إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية محتوى رسائل السفير دارك ليس غريبا أو غير متعارف عليه لأنه يجب على السفير أن يعطي تقييما صريحا عن حكومة البلد الذي يتواجد فيه والسؤال هل من سرب هذه الوثائق مخالف للبروتوكولات الدبلوماسية وهذا سيخل بعمل السفير إن تم نشو رسائله وورد في إحدى التسريبات أن سياسة ترامب غير متماسكة حيال إيران كما أن انبهار الرئيس الأمريكي وفريقه في زيارة ما الأخير للمملكة المتحدة لن يدوم طويلا لأن أمريكا بالنسبة لهم تظل الأولى وتعمل الحكومة على معرفة مصدر هذا التسريب إن كان من السفارة البريطانية في واشنطن أو من أحد الموظفين الحكوميين في لندن ما يثير قلق الساسة هنا هو مدى تأثير هذه التسريبات على العلاقة بين لندن وواشنطن بانتظار نشر المزيد من تفاصيلها الزميل بيرغاني في واشنطن يطلعنا على تعاطي الجانب الأمريكي مع هذه التسريبات ترجمة نانسي قنقر